دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال ديننا ديننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان الحمد لله الذي خلق فسوى الحمد لله الذي قدر فهدى الحمد لله الذي أخرج المرعى حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا والحقيقة مفاجأة اليوم أن نكون بصحبة فضيلة الشيخ محمد سمير البنة عشان يكلمنا عن موضوع والله ولا أروع أن نتحدث عن غزوة أحد بين الواقع والمأمول ونتذكر هذه المواقف الجميلة ومشاهد من رجال حول النبي ونساء حول النبي ماذا حدث في هذه الغزوة وماذا كانت المشورة تفعل خلونا نبدأ مع فضيلة الشيخ محمد سمير أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وعودة إلى الوراء عشان نتذكر من هذه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المواقف الجميلة وغزوة أحد وأبدأ مع فضيلتك وأقول غزوة أحد ونحن نقول بين الواقع والمأمول كانت لها أسباب الحمد لله رفع السماء بلا عمد ومهد الأرض وجعل الجبال لها وتد وأرسل إلينا خير نبي بخير كتاب ومن علينا وأفاض علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرية للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد الرسول الله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة أما بع فمرحبا بك دكتور طارق ومرحبا بالسادة المشاهدين وتعالوا بنا لنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحب الكرام في غزوة أحد نعم هذه الغزوة التي كانت بمثابة تعليم لكل موحد ولكل محمدي إلى قيام الساعة الله أكبر بأن الطاعة فيها النصر وبأن المخالفة فيها الانتكاسة والهزيمة والتخلف والرجوع إلى الوراء نعم لها أسباب سبب اجتماعي بأن قريش أرادت أن تثأر لقتلاها في بدر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه أصابوا مقتلة عظيمة من قريش قتلوا منهم سبعينا وأسروا سبعين آخرين وهناك سبب ديني ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا الله معركة قائمة إلى قيام الساعة بين المسلمين وبين الكفار بين الحق وبين الباطل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة ومن على شاكلتهم إلى قيام الساعة نعم وهناك سبب اقتصادي بأن رسول الله كان يقطع الطريق على القوافل ليسترد بعض أمواله التي أخذت منه عنوة في مكة نعم وأرادوا أيضا سببا سياسيا كان لهذه الغزوة وهو أن هيبة قريش منذ أن نصرهم الله على جيش الفيل قد ضاعت في غزوة بدر فأرادوا أن يردوا هذه الهيبة فأوقفوا القافلة التي أفلتت والعير التي أفلتت فكانت هي العدة والعتاد لغزوة بدر التي كانت في السنة الثالثة للهجرة في شهر شوال نعم نعم أسباب كثيرة اجتماعية ودينية واستعادة للهيبة فماذا حدث ولكن قبل أن أتطرق وأنا أقول أحد فأتذكر كلمات النبي الجميلة صلى الله عليه وسلم ذكرنا بكلمات النبي عن أحد الحبيب النبي كان يقول أحد جبل يحبنا ونحبه الله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إي وربي كان يحبه الشجر والمدر والحجر حتى وربي والجبل والجبل قال نحبه ويحبنا لماذا؟ لأن فيه الشهداء فيه سبعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنقل القلوب فيه أصفى الخلق فيه من اصطفاهم الله الرب العلي لصحبة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فأحبه رسول الله وأحب الجبل رسول الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمر على حجر وكان يسلم عليه الحجر النبي في غزوة جاءه شعاع الشمس وأصاب من رسول الله البدن فجاءت شجرة تشق الأرض حتى أضلت الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إنه الحب الحب نحب نحن كمان نحب جبل أحب بأمر النبي بأمر النبي نعم قابل النبي وعلم النبي بأمر الله يعني استعداد قريش للحرب وبدأ النبي في التجهيز للحرب ولكن كانت هناك بعض نقول المشورة يعني حدثنا عن الأجواء التي سبقت الاستعداد والخروب ما إن علم الحبيب صلى الله عليه وسلم بتحرك جيش قريش وكان هذا الجيش عبارة عن سلاسة ألاف مقاتل الله معهم مئتي فرس خرجوا بالعدة والعتاد بكبار القوم بل بكبار القادة بل بأمهر الجند نعم يقصدون مدينة رسول الله جنود فقط أخذوا معهم النساء والأطفال والأموال لأن الرجل ما إن يرى زوجته وما إن يرى عرضه سيسبى من بعده يقاتل حتى الموت لا يفر من أرض المعركة فرسول الله جمع القوم أشير عليه فقالوا أخبرنا أنت برأيك يا رسول الله تأدبا نعم قال أرى أن نقاتلهم في المدينة لأن عدد الصحابة سبعمائة وخمسين نعم وعدد الأعداء ثلاثة ألاف قال نستعين بالله ثم بكبار السن وبالأطفال والعجائز يريد النبي أن ينقل هذه الحرب من أرض المعركة إلى حرب شوارع نعم قال الشباب يا رسول الله والله ما دخلوها علينا في جاهليتنا أيدخلوها علينا في الإسلام وهنا نعم دخل الحبيب إلى بيته ولبس لأمته نعم وخرج بسيفه نعم فقال الصحابة فيما بينهم أرغمنا رسول الله صلى الله أن يأخذ برأينا يا رسول الله الأمر إليك فمرنا بما شئت نعم فقال النبي ما كان لنبي أن يلبس لأمة حربه حتى يقاتل انتهى الأمر الله أكثر قضي الأمر الذي فيه تستفتيا نعم وهاه رسول الله يخرج إلى أرض المعركة نعم نعم وما إن وصل الحبيب إلى أرض المعركة فإذا به ينظر بمهارة القائد المحنك النبي القائد المحارب المجاهد أحسنت العرب نعم رسول الله ينظر فيجد أن جبال أحد سلاسل الجبال عبارة عن إثنى عشر كيلو من المترة ورأى أن هناك جبلا صغيرا وهو جبل الرماه قال نجعل أحد في ظهرنا وهذا الجبل نضع عليه الرماه وضع عليه خمسين من الرماه وأمر عليهم سيدنا عبد الله ابن جبير مصر الشديد أو الهزيمة الشديدة هناك أوامر من النبي ألا تبرحوا أماكنكم هذه أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا أماكنكم وبدأت الحرب وسبحان الله علت سيوف المسلمين هامات المشركين تحصد الرؤوس تقطع الأبدان تفرق الأشداء وهنا يقول أنس رأيت النساء التي خرجنا مع أزواجهن مع الجيش رفعنا أثوابهن ورأيت الخلاخ وهن يجرين من أرض المعركة ومعهم قيادات جيش المشركين أود أن أطرح على فضيلتك ما فهمته منكم وكأن النبي حينما أخذ برأي الشباب وهذه المشورة وكأن هذا ترتيب السماء هناك بعض وكأنهم أرغموا النبي أو كأنهم في تحدي هل هذا يعني يتوافق مع مع علمنا النبي من طاع وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين رسولنا شفيعنا يعلمنا أمرا وهو أن النبي عرض الأمر للمشاورة فكانت الغلبة والأكثرية أن نخرج للقتال خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي برأي الأكثرية وهو من؟ وهو القائد المحنك وهو رسول الله الموحى إليه حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة وكان النصر حليفا للمسلمين في بدء المعركة أعاد ترتيب ميدان المعركة بما يتناسب مع أعداد المسلمين وأعداد الكفار وعلم أن جبل رما هو المنطقة التي يمكن أن يخترق منها أو يؤتى منها الجيش فوضع المعايير وأنا أعتقد أن حضرتك سوف تشير إلينا بأن الانكسار والهزيمة والزل تأتي مع التخلي عن أوامر النبي ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين سبحان الله في بدء المعركة الصحابة يقتلون الصحابة ينتصرون الله أكبر ترتفع فما إن رأى الرماة أربعون من الرمات على الجبل يرون أن الحرب قد انتهت وظنوا ذلك وإذا بهم يرون الصحابة هم يجمعون الغنائل فنزلوا فقال لهم عبد الله بن جبيل أنسيتهم أوهم رسول الله لا تنزلوا لا تبرحوا أماكنكم إياكم أن يؤتى الجيش من قبلكم منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الغنائم منكم من يريد الذهب منكم من يريد المنصب منكم من يريد الجاه منكم من يريد السلطان حتى إذا نزلوا فإذا بخالد بن الوليد يرى أنه لم يبقى على الجبل إلا عشر حتى أذهب إلى خالد هذا الداهية قبل الإسلام وماذا فعل على جبل الرما اسمح لي أن احنا ناخد مكلمة منتظر معنا أخونا الأستاذ علي أهلاً وسهلاً اتفضل يعاود الاتصال تاني معلش اتأخرنا عليه سيدنا خالد في هذه المعركة أثبت أنه يعني يملك من الاستراتيجيات الخاصة بالحرب رأى وحضرتك حد كمل لنا أنه التخلي عن هذا المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الطريق إلى الاستعادة أو العودة إلى الحرب خالد بن الوليد سيف الله المسلول لم يهزم في معركة لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام الله أكبر قتل العشر ومعهم عبد الله بن جبير الله وإذا به يأتي الجيش من ظهره حتى أصب مقتلة عظيمة في المسلمين قتل سيدنا مصعب وعبد الله بن حرام وعبد الله بن جحش وأسد الله حمزة حتى أصيب النبي بأذى رسول الله ها هو رجل نسبب نقمئة يحفر حفرة لسلاسة أيام ولسلاس ليال حتى قال أود أن أوقع فيها محمدا فما إن رأه بن قمئة رأى رسول الله وقد تضارب جيش المسلمين الرجل يضرب أخه ولا يعرفه حتى وقع النبي فجاءه بن قمئة وضرب النبي على كتفه ضربة بسيفه ظل النبي يشتكي ألمها عاما كاملا الله أكبر ولم يقف الأمر عند هذا الحد إنما ضربه بصفحة سيفه على وجنته فدخلت حلقة المغفر في وجنة رسول الله شج الجبين قطعت رأسه كسرت ربعيته أصيبت الشفة السفلة لرسول الله سلت دم على وجهه وهنا كانت البطولات يا ربي الصحابة يتسابقون إحدى عشر صحابيا من الأنصار يلتفون حول النبي والنبي يقول لهم كلمة واحدة من يدفع عني هؤلاء وله الجنة يموت الواحد تل والآخر ولسان الحال في ذاك روحي يا رسول الله في ذاك نفسي يا حبيبي حتى جاء طلح بن عبيد الله وقد أمسك بسيفين يدفع الرسول الله بهما حتى رأى رجلا جاء من بعيد وأهوى بسيفه على رأس النبي فلم يتمالت طلحة إلا أن وضع يده بين السيف وبين هامة رسول الله فقطعت أصابعه وشلت يده الله أكبر الله أكبر امرأة 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 دكتور طارق امرأة من تشاهدين الحلقة الآن تسمم عمارة ترى أن رجلا أسرع وصابق الزمن ومعه سيفه وأهوى بسيفه على هامة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بها تضع تضح كتفها بين السيف وبين بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرت على الأرض والدماء تسيل والنبي ينظر إليها ويقول من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة قالت أطيق وأطيق وأطيق يا رسول الله في ذاك نفسي يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله ابنها يأتي من بعيد أمي أمي لا أم لك دافع عن النبي الله أكبر فلو كان النساء كمس لهابي لفضل النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال بطولات يا دكتور طارق نعم ولا التذكير فخر للهلال هناخد سيف وارجع مع حضرتك تاني نكمل بطولات بين الرجال والنساء حول النبي معانا تليفون اتفضل معانا تليفون اتفضل ارجع اتصال تاني ماشي بطولات ليست للرجال فقط ولكن أم عمارة تضرب لنا مثل كيف يكون الدفاع عن النبي وكيف يكون الدفاع عن الدين صلى الله عليه وسلم قالت لابنها لا أمة لك الله دافع عن النبي الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يأتي من بعيد ويجد أن المشركين قد علموا مكان النبي صوبوا السهام والرماح والسيوف تجاه رسول الله لأنهم يريدون أمرا واحدا من المعركة القضاء على الحبيب المصطفى فجاء حذيفة بن اليمان وقال رسول الله قال لبيك يا حذيفة قال اعطني لأمة حربك اعطني سيابك هذا فأعطاه النبي لأمة قال خذ لأمة فلبسها ثم انصرف بعيدا عن رسول الله فتابعه القوم ظنوه النبي ظنوه رسول الله قال أصبت يومها ببضعة وثلاثين ضربة بسيف الله يحمي النبي الله يا حذيفة الله أبو دجانا نعم الذي كان في بيدي المعركة رسول الله يرفع سيفه ويقول من يأخذ هذا السيف فتعالت الأيدي وتعالت الأصوات أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله فقال النبي من يأخذه بحقه نعم فانحنت الرؤوس ولم ترفع الأيدي إلا رجل قال وما حقه يا رسول الله سماك ابن خرشة أبو دجانا نعم قال حقه أن تضرب به حتى ينحني تضرب به العدو حتى ينحني قال أنا أخذ بحقه يا رسول الله الله فأعطاه النبي له نعم فظل يضرب ويضرب ويحصد في الرؤوس حتى صعب على جبل فأهوى بسيف النبي ثم وضعه دون أن يقتل فتعجب أنس قال ما بك يا أبو دجانا قال إنها امرأة فاستحييت أن أضرب بسيف رسول الله امرأة الله مع القوة مع القوة مع الإصرار نعم هذه هي المرؤة ولكن هناك رحمة رحمة وهناك مرؤة نأخذ سيف وارجع تاني مع الرحمة والمرؤة اللي علمها سيد النبي صلى الله عليه وسلم معنا تليفون تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بزاعة حضرتك يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك أنا بس عايزة أقولكم أن يعني فعلا إحنا مستمتعين قوي هنا بالحلقة وأن إحنا سمعنا غزوة أحد قبل كده بس أول مرة نبقى مستمتعين عشان قطر يعني ما شاء الله الشيخ يعني بيحكي بطريقة ويرد على أي سؤال بقية قرآنية حاجة يعني جميلة أو إحنا مستمتعين بني كريمك يا سيف إحنا بنشكرك والله يا سيف وإنت نموذج رائع من الشباب اللي يعني قلمة بيقعد يتابع هذه البرامج نقولك ربنا يجبر خطرك ويبرك فيك ويحفظك يا سيف ودايما تتابعنا ودايما كده تسلجوا صدرنا بإنتوا بتتابعونا يعني شكرا يا سيف بطولات حول النبي وهذه المرؤة التي زهرت من أبا دجانة أنه لم يرد أن يقتل بسيف النبي إمرأة وصل أبو دجانة لرسول الله وقد أدى العهد الذي بينه بين النبي قاتل بالسيف حتى انحن السيف ومع ذلك رأى أن السهام توجه للنبي فوضع بدنه على النبي الله وأخذ السهام في ظهره حتى صار ظهره كالقنفد الله أكبر والنبي ينظر إليه نعم ولا يتألم أمام رسول الله ولسان الحال في ذاك نفسي في ذاك ما أملك يا رسول الله على أن تحيا أن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أرض المعركة فيجد عجبا نعم يجد صحابيا حمظل بن أبي عامر وجد عليه أثر بلل فقال سألوا أهله ما قصته فلما سألوا أهله قالت لهم زوجته كان في يوم عرصه يوم دخلته الله أكبر أصبح جنبا فسمع منادي الجهاد يا خيل الله اركبي وإلى الجنة أبشري إلى الجهاد مع رسول الله فلم يسعفه الوقت أن يغتسل من جنابته فخرج جنبا إلى أرض المعركة يقاتل بجوار الحبيب المصطفى الله أكبر ترك حور الطين ترك زوجته على الفراش اللين وذهب لمقارعة السيوف والسهام والرماح من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال النبي أراه قد رفع بين السماء والأرض غسلته الملائكة بماء المزني في صحاف من فضة ترك حور الطين فرزقه الله الحور العين الله أكبر هكذا كانت التضحيات رجال حول النبي دفعوا عن النبي بأرواحهم صلى الله عليه وسلم في ذاك نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن النساء وقد ذكرنا أم عمارة ومزالت البطولات تتوالى ومزالت النمازج تتوالى وأذكر أنه كان مصعب بين الشهداء الله مصعب ابن عمير شاب كان منعما في بيته منعما في قومه نعم يا دكتور طارق أيها المشاهد الكريم كان إذا مشى في طريقه يوما في أول النهار كان إذا مر من هذا الطريق في آخر النهار أناس قالوا مر من هنا مصعب ابن عمير ما أدراكم قالوا رائحة الطيب الله أكبر كان يلبس الحرير نعم يتمتع بالدنانير والذهب والفضة نعم نعم فما إن وصل إلى أرض المعركة كما يقول خباب بن الأرد فمنا من خرج ومنا من نعم في الدنيا ومنا من حرم في دنيا منهم مصعب بن عمير لما قتل شهيدا في أحد لم نجد إلا نمرة بردة غطاء عباءة إذا غطينا بها رأسه ذهرت قدماه الله وإذا غطينا بها قدميه بدت رأسه فسألنا النبي صلى الله لنجد ما يكفيه من الكفن يا رسول الله مصعب المنعهم لا يجد كفن يدفن فيه ويوارى فيه ترك الدنيا وطلب ما عند الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم ما من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال النبي غطوا رأسه وضعوا على قدميه نبات الإذخر أو الإذخر نبات طيب الرائحة هكذا هم الصحب الكرام هكذا كانت المطولات في أرض المعركة هذا هو حب رسول الله يا من تركت سنته من أحيى سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان جاري في الجنة اللهم ارزقنا رؤية النبي في الدنيا وجواره في الآخرة يا رب أنت ولي ذلك والقادر علي فضلتش خيئة فضلتش محمد النبي كلم الشهداء ولكن اسمح لي معانا تصال ثم نرى كيف كلم النبي الشهداء معانا تصال طيب نكمل ماشي كلم النبي الشهداء بعد أن انفضت المعركة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يمر في أرض المعركة نعم وقد دخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم نعم حتى جاء سيدنا أبو بكر وحاول إخراجها فلم يستطح لم يستطح نعم فجاء سيدنا أبو عبيد بن الجرح أمين الأمة من بعيد وقال عنك يا أبا بكر اترك لي رسول الله يا أبا بكر لو أنك نزعت هذا المغفر من وجنة رسول الله أو جعت النبي اتركه لي فوضع أسنانه على الحديد كلما أخرج منها جزءا كسرت له سنية هذا الأهتم نعم حتى أخرجها جميعا والدماء تسيل على النبي يمجها مجن حتى نظر إلى الدماء وهي تسيل ورفع يديه إلى السماء فقال أبو بكر أيقنت أنه سيدعو على قومه رسول الله نعم المظلوم رسول الله المجروح رسول الله المكلوم من قومه رفع يديه إلى السماء دعاه مستجاب فرفع يديه إلى السماء قالا يا رب اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون الله وما أرسلناك إلا رحمة رحمة للعالمين رسول الله يمر نعم فوجد جابر بن عبد الله نعم طفل عنده أربعة عشر عاما نعم جلس وضع يده على رأسه ينظر إلى أبيه الذي أوصاه قبل المعركة بليلة وقال يا جابر أوصيك بإخواتك البنات التسح التسح خيرا نعم يا جابر أنا مديون لفلان وفلان سد ديني فوجد أنهبه قد قتل في أرض المعركة وقال له يا جابر أراني مقتولا وأول شهيدا في أرض المعركة وأول شهيد في أرض المعركة فجلس جابر ووضع يده على رأسه فجاءه النبي من خلفه ووضع يده على منكبه وقال ما لي أراك منكسرا يا جابر قال أبي يا رسول الله مات أبي يا رسول الله وترك البنات وترك الديون قال يا جابر ابكيه أو لا تبكيه ابكي عليه أو لا تبكي عليه يا جابر ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الله أكبر الله أكبر يا جابر نعم ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر قال تمنى علي يا عبدي يا الله الله يا الله الله يقول لعبده الضعيف الفقير تمنى عليه الله أكبر قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية يا رب قال سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون لا يرجعون قال بلغ من خلف يا رب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل نعم وأمن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله أكبر الله أكبر ففرح جابر نعم رسول الله صلى الله لم يطلب جابر لأن عنده هم نعم هم الدين وثقة للمسؤولية على الأولاد نعم من يكفل البنات نعم من يرب البنات من يطعم البنات من يزوج البنات نعم يا من حرمت البنات من الميراث نعم اسمح كيف تعامل النبي سوف نرى كيف تعامل النبي مع سيدنا جابر سيدنا جابر وهمه وميراثه من الديون ولكن اسمح لناخد مكلمة من البحيرة أهلا وسهلا السلام عليكم سيد محمد عليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله الله يا كريم عليك الشيخ ممكن سؤال للشيخ معلش فضل فضل يا حبيبي اسمعه أنا والله إلي متفل أنا مريض كولون ونفسي تعبني جدا شفاك الله وعفاك فبعد على الصلاة على فترات ومتوتر جامع جدا أقول لأ شيخ معلش يعني أعمل إيه سبب البعد عن الصلاة إيه يا حبيبي هل أنت بتعاني من حاجة معينة غازات مثلا بسبب القولون عدم التحكم طيب حاضر يا حبيبي حاضر يجاوبك يجاوبك سيد محمد إن شاء الله حاضر خليك معانا ما تروحش بعيد إن شاء الله وإحنا في السياق الحلقة نجاوبك بي قال لم يطرق جابر النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقت سداد الدين نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل شيء كل ذنب إلا الدين يوقف على باب الجنة حتى يسد دين نعم فقال سيدنا جابر جاء وقت السداد يا رسول الله نعم وعندي تمر فماذا أصنع فيه قال يا جابر صنف نعم ولا تأخذ من التمر حتى أتيك نعم فذهب النبي ووضع ثوبه على هذا التمر نعم ودعا بالبركة نعم ثم قال أدخل غرماء أبيك يا جابر نعم جابر يتعجب الغريم لواحد لهم ستمائة من الكيلو والثاني الربعمائة والثالث والرابع والخامس والعاشر إلى الآخر نعم قال أدخل الأول فأعطاه أدخل الثاني حتى أوفى الغرماء الله أكبر كله ببركة فنظر سيدنا جابر وقال نظرت إلى التمر وكأنه لم يؤخذ منه طمرة واحدة نحن الكلام معاك والله ما عايزه يخلص ولكن سبحان الله وكأن الوقت قد سرق مننا يعني إحنا أقلب من حضرتك قبل ما نختم رسالة لكل الشباب اللي بيسمعونا النهاردة كيف نعيد روح أحد وهذه البطلات والذين فدوا النبي بأروحهم كيف يعني نعيد هذه الروح إلى شبابنا اللي بيسمعونا دلوقتي في كافسولة صغيرة طب أستأذنك في حياة دكتور طارق أخونا اللي هو بتاع القولون اللي يترك الصلاة هندي له رقم تليفون حضرتك وحيكلمك آه يريد يسيب هنا أوس يعني بعد إذنك تأخذ رقم تأخذ رقم فضيلة الشيخ من الكنترول بعد إذنك يعني ويتابع معك إن شاء الله لأنه وقتنا الحياة حتى لا يترك الصلاة نعم ونتحمله أنا وأنت لا 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 حتى لا يترك الصلاة الله يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله أكبر إذا أردت هذا المربع الذهبي فعليك بطاعة الرب العلي والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة باتباع هديه نعم وتقف الأثر نعم فيا ولد الحبيب أيها الشاب عليك بما قاله رسول الله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي فتمسكوا بحبل الله المتين وتمسكوا بسنة النبي الأمين فإن فيهما النجاح لمن أراد أن يكون في جنة رب العالمين أنا بشكر حضرتك والحقيقة الكلام معك ما كنتش أتمنى أن يخلص أبدا ولكن فضيلة الشيخ محمد سمير البنة من علماء وزارة الأوقاف أنا يعني سعيد جدا كنت بهذه الحلقة وبوجودي مع حضرتك إن شاء الله لقاءات تتجدد مع حضرتك في برنامج هذا ديننا أعزاء المشاهدين في نهاية هذا اللقاء والحقيقة ما كنتش عايزه يخلص بسرعة من يعني هذه الروعة في الأداء ولكن بنشكركم لطيب المتابعة وحتى نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج هذا ديننا كل التحية والتقدير نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله دين التمزم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور